طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دخل معاكم اللايف دوت علشان هتكلم في موضوع مهم جدا اه اول حاجة اه انا هتكلم على نصيح للزوج اللي زوجته حامل عرائز جدد ومتجاوز جديد وبعدين انا زوجتي حامل اه في شوية امور بتعملها اثناء الحمل معاها تخلي بالك منها وفي الاتفاقات بعد موضوع الولادة وكده وفي تكات كده عايزة تخلي بالكم منها صراحة لانها بتسبب مشاكل كبيرة جدا اه منورين ربنا يبالك فيك يا حبيبة المصطفى ربنا يفك كاربك يا رب الله ومعامين طيب الصوت كويس يا الله بينا اه الزوج اللي زوجته حامل في البداية اه اولا اه احنا كنا بنقول ان البداية يعني الاختيار ام اولادك من البداية يعني باختار الخطيبة تزوجت الحمد لله كويسة ومرتحين اه مع بعض نفسيتنا حلوة والكلام ده اه نقطة اللي انا صراحة يعني حب اركز فيها لما تعرف ان زوجتك حامل افرح يعني في انا عارفة ان بتبقى فرحة العيل الاولاني بتبقى مختلفة الطفل الاولاني بيبقاله في بهجة كده وفرحة لكن اه اه انا عايزة البهجة والفرحة ديت يعني هي تفتقرها وهي ما تنسهاش طب هي فكرة شكرا 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 اه ما تنساش الفرحة عينيك لما تعرف الخبر ده موضوع الافورة في موضوع ان احنا بنعمل حفلات بقى ونعمل اللون ولاد واللون البنبا بنتي والكلام ده محمد الله على السلام ويعني انا يعني بشوف ده افور لو اتعملت على قد العيلة والناس والاهل يعني خير وبركة لو مش كده يعني مش ده موضوعي انا موضوع الاهم فرحتك اه بالمولود ودي بتبان في الاهتمام النقطة التانية اللي تخلي بالك منها مع زوجتك الحامل دي نصايح للزوجته حامل اه جميل جدا لما تروح معا عند الدكتور ما تخليش خلي مامتك تروح اختك تروح معاكي اخوك يروح معاكي انت فين الامر بيفرق جدا جدا لما انت اللي بتبقى معاها وبتروح معاها للطبيب بيفرق جامد اه حاجة كمان من ضمن الحاجات الجميلة اه ان هي اه تسمع دعاء الدعاء للشفاء الدعاء بالبرقة الدعاء بالهداية للمولود الجديد والمولود ذات نفسه يسمع صوتك يعني هو ذات نفسه يسمع صوتك وانت اه وهو في البطن اه بيخلي عشان ما بيجيت ولد يا ابني ما يتخدش منك ومن صوتك والله بيتخدوا العالم ويسمع صوتك بهم يتخدوا لا يعني يبقى هو سامع صوتك بالقرآن الاسكار اه الحاجات الطيبة في الفترة اللي هي فترة الحمل يبقى اه فرحتك بيه تروح معاها للطبيب مرة او مرتين بتفرح وبيفرق جامد جدا اه الدعاء يعني للمولود وانك تسمعه الصوت وتبقى ايدك كده علي عليه من اه ويبقى اه حاسس بلمساتك وبصوتك ده شيء طيب طيب اه الزوجة في الفترة دي بتبقى تعبانة وبتبقى اللي عايزة تاكل وعايزة تعمل وبدي تغصب عليها اقول تلا الشهور ونفسيتها والترجيع وكل الكلام دي راعي النفسية في اه نفسها في حاجة عام هاتها لا معلش هي فترة بتبقى فترة عظيمة يقول لك في في البطن شيلة ومش عارفة اعكد في ايه بعد جدا يعني مش فاكر المسأ المصري بس فيه معناه هي فعلا تعبانة اه وحملته وهنا على وهنا. والبنات الايام دي ضعاف يعني انا مش جيل الايام دي جيل يعني ما شاء الله يعني انا شايفها جيل شايفها جيل جيل مفاستك صراحة وعايز يعني ربنا كده ينفخ فيهم وفي صحتهم الله ومامين فبالراحة وهنا على وهنا بالراحة يعني معاه النقطة كمان اللي انا حابة انك انت تخلي بالك منها اه اتفاق بقى على ودي النقطة الاساسية يعني عشان البس الاتفاق هي لما تولد هتولد فين مين هيكون معاها من اهلها لو هي عايزة تروح لأهلها وعروسة جديدة ما هيعمل اهلها اممتها تيجي مسلا يعني يعني لو في اتاحة ان الامة تيجي ساعات جدا تقول لك الامة انا عندي اولادي وعندي اخوتها هي كمان ومش هينفع كده فهي تيجي اسهل طيب خير يعني تقعد معاها تتمرد بس الاسبوع الاولاني والخمساشة اليوم الاولانيين تشد حلها والكلام ده وتيجي او اه ان لو في امكانية ان والدتها تبقى معاها هي اللي تيجي معاها في القلب البيت خير او اختها يعني انا اصد طبعا مع مراعاة الحدود والكلام ده انا اصد بالله عليكم يعني يعني ليه ليه لأ انتي لازم تولدي في البيت طب انت مسافر مسلا وزوج مسافر لأ تولدي في البيت عندي عشان اهلي يزوروكي طب ما اهلك يجي يزورو عند اهلها عند والدتها يعني ايه الحززية دي لأ اصل النقطة لازم تروح لأ لأ دي نقطة وحشة جدا على فكرة ولما توصل للزوجة بالشكل ده المزوج باصص للفلوس النقطة اللي جاء للمولود اهلي اللي ياخدوها ده ايه ده دي حاجة مش كويسة قوي على فكرة وحاجة كده تبقى في النفسية مش احنا عايزين نبتدي الحياة جميلة ومع اولادنا حلوين فانا شايفة انك انت يعني تلين في حتة زي دي في اتاحة ان هي تبقى هناك عند اهلها وترتاح واهلها يبقى حواليها وما فيش قلق وتقضي اسبوعين ولا حاجة لحد ده ما تجمد كده وتبقى كويسة وترجع تاني ده شيء طيب انا شايفة ان ده شيء طيب بلاش تتعند فيه اه موضوع النقطة والكلام ده يعني انا بيصحب علي قوي حاجة زي كده هي تاخدها لا ده اهلها ياخدوها ياخدوا ايه بس يفتع ما عليها برضو يعني ده الناس بيقولك ده يا جايب لي وانا هرد لهم الموضوع ده ايا كان العرف اللي موجود بلاش يعني نقف على مشاكل وتقهر قلب واحدة يعني لسه والدة اه ويقولك يعني عايزة تبقى نفسية حلوة عشان تردى حتى ويبقى المولود ذات نفسه ان القلق اللي هي عندها والمرض اللي عندها ما هيتنقل للطفل المولود وادعو يعني بقى اداب بقى انك انت تبقى موجود وتستلم المولود وتحنكه بالطمر يعني انت تنضغ الطمراء دي سنة عن النبع السلام وتحنك به فم الطفل وبعدين تأزن اه الازان في ازنه اليومنا وبعدين الاقامة في الازن اليسرى ده ده شيء طيب ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمكم وتزعلوش مني ان انا في النصائح دي بس دي اتكاد تخلي بالكم منها عشان تفضل الحب دايما بينك وبين زوجتك ادعو الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في المنهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ اشده اللهم امين السلام عليكم ورحمة وبركاته